أجزاء في الجسم بتتأثر عايزة أعرف فيه إيه أكيد على مقصها زي ما أنت تقول السادي أكيد السادي بص هو السادي في 2019 بقى ليه اختلاف واضح فيه يعني فيه التعامل معه كعمليات جراحة تجميل للسادي المفهوم التغير المفهوم التغير إن فيه أنواع من الحشوات طلعة جديدة طيب السادي نقطة مهمة عند المرأة هو غمض الأنوثة عند أي امرأة الراجل بيفرق عن ستة لو احنا بيقوله دايما لو راجل وستة في قدرة ضل ما يشتعط فرق بينهم إلا بوجود السادي فهو غمض الأنوثة عند المرأة ومن هذا المنطلق بقى ليه أهمية كبرى عند أي امرأة فإذا السادي هو محطة مهمة أو نقطة مهمة في جسم المرأة طيب هذه النقطة المهمة لحد الوقت فيه تخوفات كبيرة أو من سيدات على مشكلة السادي هي دايما عندها ثلاث حاجات بتفكر فيهم أي حاجة هتتعمل في السادي هتسبب أورا أنا مش عاوزة أبقى فيك أقم ثلاثة هل في تأثير على الرضاعة أو الأحساس في السادي بعد إجراء أي عملية من عملية السادي فالثلاث مخاوف دولهم عند أي امرأة يمكن بره في العالم الغربي أو في الأمريكا وقت ما بشتغل الدنيا دي خلاص انتهت إنما لسه هذه المخاوف موجودة في أجزاء كتير أروا من الوطن العربي وأروا منتكلم عند السايدات بالغربي من التوعية الموجودة وأن في سايدات كتير خلاص بقت الموضوع بالنسبة لها عمليات الثادي بقت عمليات كومان وإيزي والناس ممكن تعملها يعني بسهولة جدا عمليات الثادي